التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيدة برئيس تنفيذي لمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أيمن سيجيني وذلك لمناقشة موقف موضوعات التعاون بين مصر والمؤسسة جاء ذلك خلال زيارتها لمقار البنك الإسلامي للتنمية بجد وأكدت الوزيرة التخطيط على أهمية تذليل العقابات التي تواجه الاتثمارات والمشروعات التي تسهم فيها المؤسسة من أجل دعم المشروعات ذات العائدة التنموية الكبيرة كما أكدت أهمية استفاء متطلبات كفاءة الإدارة والاستدامة المالية واتباع قواعد الحوكمة والشفافية في تلك المشروعات